هل التعب والمشقة متعذرة؟ لا غير متعذرة فرق ما بينه يبقى فيه تعب ومشقة وفرق ما بينه يكون الأمر ده إيه؟ مستحيل هل الأمر ده مستحيل؟ لا ليس إنما فيه إيه؟ ولذلك قسم العلماء المشقة على نوعي مشقة معتادة مشقة إيه؟ معتادة ومشقة غير معتادة تاني مشقة إيه؟ لما الرسول يقول إن الدين يسر طيب المشقة دي نوعين فيه مشقة عادية مشقة إيه؟ ولا هذه المشقة العادية لا تسقط حكماً ولا تؤتي رخصة كلامي واضح؟ لا تسقط إيه؟ حكماً ولا تؤتي رخصة تعالوا الآن صلاة الفجر أشق أم صلاة الظهر؟ ها؟ صلاة الفجر طبعاً صلاة العشاء أم صلاة العاصر؟ لا صلاة العشاء أشد لأننا أحتاج إلى النوم إذن فيه مشقة ولما فيه مشقة؟ لا يمكنها أحد فيه مشقة لكن هذه المشقة تسقط حكماً أو تعطيك رخصة؟ لا تعطيك رخصة دي ما بيسموها مشقة إيه؟ معتادة المرأة تحمل والحمل وهن الحمل فيه كره كما قال القرآن الكريم هل وجود المشقة عند المرأة تحول بينها وبين الحمل؟ لا لأنها مشقة إيه؟ معتادة حملت أمه وهناً على وهناً حملت أمه كرهًا ووضعته كرهًا تيجي تقول لا دانا بتعبتها شأن الحوامل يتعبن هل هذا يسقط ويبح لها عدم الحمل؟ إنما المشقة غير المعتادة بقى المشقة إيه؟ يبقى المشقة المعتادة فيها تعب ونصب فيها إيه؟ لكنها لا تسقط حكماً يعني إذن درست للرجال درست للرجال فيها مشقة لكن هل هي تسقط؟ تسقط إن أنا مدرسي؟ لا أنا أدرس أما المشقة غير المعتادة فهي التي تسقط الحكم أحياناً أو تعطي الرخصة زي الصيام في الصفر الصفر مشقة يعطيني رخصة يأما في ترك الصيام أو في الجمع بين الصلاتين لأنها مشقة معتادة أو غير معتادة؟ مشقة غير معتادة إذن الآن فكان بيقول ده كلام ابن حجر أن الأولى ترك التعرض لما فيه من التعب والمشقة وإن لم ينهض إلى درجة التعذر يعني مش متعذر ولذلك هو يعتب على ابن الصلاح إنه أنت جبت عبارة فقد تعذر فقد تعذر إنما كان يكفيه التجاسر فقط الذي يحمل في طياته معنى التعب والمشقة لكن الأمر غير غير متعذر أو غير متعذر ترجمة نانسي قنقر